الخبر اول اللي عدنا عني مومار وصابت بالكورونا فهي مومار نزعل حسب بالانستجرام شوية اسطوريات وهذه الاسطوريات تندي يقول بها انه هو انصاب بالكورونا بسبب انه شاف يارا بعيد ميلاد عاكوا راح تقوم الاسطوريات شوفوها اه برحة رحت عاد بعيدة ميلاد يارا و بعدين جيت عالبيت بلشت اصير مرضان ان شاء الله ما بصير كورونا لاني صار لي سنة سنة ونصب ما صار لي شيء اللي عم برحة يا راح منوشي اكسرت كورونا بسبب انشاء الله ما يكون بي اي شيء والله شافي يا ربي اذا كان بي شيء ولا تنسوا يا حباين ان تدعوا له بالكومنتات انه الله يشافي وان شاء الله ما يكون بي شيء روح حاليا المريانة غري وتأكيد الخبر انضمام ياسو الفريق ففنابولي فياسو فتحت بث على حسبها بالانستجرام بهذا البث يا حبايب كشفت بي حقيقتين الحقيقة الاولى ان ياسو يا حبايب هي في الأغلب حتى ترجع الفريق ففنابولي وياسو حطت لايك الواحد من المشهورات اللي كانت اتأكد هذا الخبر التنقلة بالضافة يا حبابي هي صارت تقول انه ويسام تكتب بيسان هما منفصلية عن بعض صار لهم فوق لثلاثة اشهر ولكن حاليا او قبل كم يوم بس هما يلا اعلنوا انهما منفصلية عن بعض ايكو رحط لكم لقطات من البث شوفوها ويلا ويسام وبيسان يرجعوا لبعض صراحة هذا قرار منتهي من اكثر من ثلاثة شهور وانا ما فين يقلون روحوا ورجعوا لبعض هذا الشي كتير غلط اني انا اعملوا انا بزالت لاني انا قريبة منهم فانا بشوف انه هنم مرتاحين الطرفين هنك فالله يسروا وانا زي حابين يرجعوا هنم يسطفلوا مو انا بكلامي هنم بيرجعوا بنهايه بيسان مصغير بيسان معنا صغيرة الروح حاليا مشكاة برهم المعراوي وزويف لغوصة كلها بدت يا حبايب لما برهم المعراوي نزل هذا المقطع على هيفاء وهبي ونوعا ما بهذا المقطع حج عليها شوية كلام زا 18 فسو شافت هذا الشي ونزلت هذا اللي سوري اللي شاكت ببي في شغلة والحقيقة ما قدرت اسكت عليها شفت فيديو بصطفة تبع يوتيوبر عربي هو واحد عساس من اللي ينتقدون انتقد اغنية هيفاء وهبي ووصف المرأة بشكل جنسي وسخيف وقدر وفوق كل هذا قال عليها خوش بضاعة ما عرف شون انت صانع محتوى ومشهور وعندك الملايين وتروح تتكلم هيش كلام ومو اول مرة اللي صار الثالث او ثاني مرة يمكن يتكلم على المرأة بشكل مقزز احبت ذكر كل شخص هيش انه عندك امرأة ومو من حق اي شخص يجيب سيرة بنت بشكل جنسي ومقزز ومع الاسف هالشي انت مشهور المفروض ما تتكلم بهالشكل ويا ريت يتذكر قناتك او تغير محتوىك البنت مبضاعة ولا شهوة جنسية لكم بعد نشرت هذا الستوري كان بلقطة من مقطع برهم المعراوي وكانت كاتب عليه مو من هالاشكال اللي لازم ننطيهم احترام اسف اني اشرت بعض الكلمات المخرفة شوفوا المقطع شالت هاي هيك وصبغت الشعر الزهري شعن تبين لك انه شوف زهري ايوه بضاعة مرتبة طب الكلام القالي يا حباي برهم كل الزاف 18 مرحك ترشح لكم يعني كل الزاف 18 بالنسبة لفتهموا الكلام كتبنا يا حبابي الكومنتات هنتوا يا زوي او يا برهم ننتقل حاليا لمحمد اجواني تهجمه ورده على احمد ابو الروب فاحمد ابو الروب بعد ما نزل هذا المقطع كان ديه تهجم به على اجواني وجواني نزل على حسبه بالانستجرام اليوم هذا الستوري كان حاطط به صورة احمد ابو الروب على فقمة وكان كان كاتب علي تجهز وباشر الساعة بالستة فاكتبنا نحبه بالكومنتات جاء متحمسين لهذا الفيديو وبالصلاح حبايب نهو صلت المقطعات من المقطع جابكم تحطونا لايك اشتركوا بالقناة جانيكم فيهد ازاي من قناة ممكة القصص مع السلامة طبعا لا تنسوا نوصل ال 500 الف مشترك على مودة نطلع وجهي فالكل متحمس